بسم الله الرحمن الرحيم زيكو دا كاترة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير فيديو جديد ان شاء الله بالنسبة ليه الجزء الخاص بالأخلاقيات مهنة الطب نتكلم فيه على موضوع المحاضرة التالتة اللي بتكلم على موضوع والبروفيشنال سيكروسي مبدئيا كده كعنوان معناها السرية المهنية يعني السرية المهنية يعني كل ما يتعلق بالاسرار الخاصة بالمريض ازاي ان انت تحافظ على الاسرار دي امتى تفشي هزي الاسرار الشطر بتكلم على الموضوع ده وطبعا حتى لو انت قبشيت هزي الاسرار بدون واجه داعي طب انت كطبيب هتواجه ايه هتواجه جانب اخلاقي هتواجه جانب قضائي هنتكلم عن الكلام ده كله في هذا الشابتر فنبدأ يعني ايه بروفيشنال سيكروسي البروفيشنال سيكروسي مينز تعني يعني واجب الطبيب او الطبيب الصيدلي واي شخص ليه علاقة بمهنة الطب انه يحافظ على الاسرار الاسرار اللي هو عرفها عن المريض يعني بعيدا عن الافشاء كلمة ديفالج يعني يوفشي او الافشاء معادة في بعض الحالات اللي نتكلم عنها في منتصف الشابتر يعني العنوان واضح وصريح ان انت ازاي تحافظ على المعلومات الخاصة بالمريض والاسرار الخاصة بالمريض لان ده يعتبر يعني ده يعتبر وكبك كطبيب يعني الطبيب مجبر يعني مجبر ان هو يحافظ على الاسرار الاسرار اللي هو يعرفها عن العيان يعني الى في العلاقة اللي ما بينهم او في العلاقة المتبادلة بين الطبيب والمريض الا في حالتين طبعا دول مش الحالات اللي انا قصدي عليها الحالات اللي انا قصدي عليها هنتكلم عنها باستفادة ولكن هو هنا بيلخصها لك في حاجتين الحاجة الاولانية ان انت تبقى مطالب بافشاء هذه الاسرار بامر من المحكمة يعني القانون هو اللي بيلزمك بافشاء هذه الاسرار كنوع من أنواع التحقيق في قضية معينة أو معرفة ملابسات جريمة معينة فساعتها الموضوع بيبقى هنا فيه أمر من الله أو من القانون فساعتها أنت مضطر أن أنت تفشي هذه الأسرار أو أن البيشنت ستنفسه داك كونسنت أو العيان ستنفسه داك موافقة بأن أنت تعمل ديسكلوجر ديسكلوجر بمعنى أن أنت تفشي برضو بتساوي ديفالش يعني كلمة ديسكلوجر بتساوي ديفالش التزمنداتوري يعني الموضوع دا موضوع أساسي أو موضوع رئيسي وتفرا دكتور سي أو هير أي أن كان الدكتور هيشوفه أو الدكتور هيسمعه عن حياة المريض أو عن حالة المريض لازم يتعامل معاه أو تريتد أس توتالي كونفيدنشيال يعني يتعامل معاه توتالي كونفيدنشيال يعني بسرية تامة لأن الديسكلوجر أو الإفشاء لو كان مش بناء على أي حاجة من الحاجتين اللي موجودين فوق دول اللي هو بأمر من القانون أو بأمر من العيان ذات نفسه يعتبر فيليار فشل لعلاقة الثقة التراست أو التراست اللي هي علاقة الثقة المتبادلة بين الطبيب والمريض هو جاست كده في الجزء الأواني ده بيعرفك يعني إيه وإنت إزاي دورك كطبيب في المحافظة على أو الأسرار دي باستثناء زي ما قلنا حالة القانون أو الحالة اللي ممكن العيان ذات نفسه هو اللي يديك الأمر فيها وإن أنت إفشاءك لهذا الأمر يعتبر فشل في الثقة المتبادلة ما بينك وما بين المريض الكلام مواضح ما فيش فيه حاجة غريبة يعني يقول لك وده يعتبر من يعني ده يعتبر من واجبات أو من الحقوق بتاعة المريض يعني حقوق المريض يعني يقدر أنه هو يقاضي يعني يقاضي يقاضي الطبيب من أجل الأضرار الأضرار اللي نجمت عن الإفشاء بتاع الأسرار قد تكون أضرار مادية قد تكون أضرار معنوية يعني لو أنت أفشيت عن هذه الأسرار يعني بقردتك والأمر ده أدى إلا أو كانت يجي ليه إن فيه هارم أو فيه ضرر نتج عن هذا الإفشاء بالنسبة للبيشنت بالنسبة للعيان وما يعتبرش الإفشاء كمان ده يعني مش في مصلحة المجتمع أو مش في مصلحة الناس اللي عايشة حوالين المريض فأنت كده تعتبر أفشيته بدون عزر يعني أو أفشيته بدون داعي لا منك فت المريض ذات نفسه ولا منك حتى فت المجتمع اللي عايش فيه المريض فأنت كده تعتبر تعديت على حقوق المريض ففي المريض في هذه الحالة يقدر أنه هو يقضيك كنسي وزا دكتور يعني يقدر أنه هو يقضيك ويطلبك بتعويضات مادية ومعنوية حتى بيقولك في الاني بي أو في المعلومة دي إن الميديكال جورنالز أو اللي هي المجلات الطبية اللي هي بتنشر بقى حالات طبية وبتنشر ريسيرشز وبتنشر مقالات طبية إن هي نطق اللوت يعني ملهاش الحق أو إن هي غير مسموح لها إن هي أو تنشر أسماء أو حتى صور العيانين بتوع الحالة يعني هو أو اللي هي المجلات الطبية دي هتكلمك عن الحالة وهتكلمك الحالة تعمله معها إزاي والجايدلاينز اللي اتبعوها معها والكلام ده بس دون إن هو يقولك العيان ده مين وتفاصيل حياته إيه وصورته وبتاعه وكلام من كده الكلام ده مينفعش يعني هي جاست بتبقى حالة والحالة دي هنستفيد منها إزاي أو بدرنا إن احنا نتعامل معها إزاي بدون الإفشاء عن سر من أسرار المريض سواء اسمه أو معلومات شخصية عنه أو حتى صوره أو كده يعني في المستشفيات المستشفيات ذات نفسها لازم تحافظ على معلومات المرضى اللي موجودة عندها معلومات المرضى أو حتى اللي هي الحاجات الخاصة بتشخيص المرضى اللي موجودة عندها يعني الفوض إن هي تحافظ عليها بعيدا عن الأشخاص اللي هم مش معانيين يعني بعيدا عن الأشخاص الغير مسؤولين أو الأشخاص اللي هم منهمش علاقة بالمريض يعني اللي يطلع على الحاجات دي بس اللي هم اللي مسؤولين عن المريض ومسؤولين عن حالة المريض اللي هم الأطباء غير كده ما ينفعش شخص يخش كده يطلع على معلومات مريض معين موجود في المستشفى بغير وجه حقه وهو مروش علاقة بالمريض وبعد كده بدأ بقى الكلام الجد يكلمك على حاجة اسمها ببساطة ببساطة يعني الخصوصية والكودانفيدانشياليتي يعني السرية فأنت لأول وهلة هتحس إن الترمز أو التعريفات دي سواء الببرايفاسي أو الكونفيدانشياليتي بنفس المعنى يقولك إيه؟ يقولك في الانتروضاكشن إن هم هاف بين يوزد يعني الناس بتستخدمهم تجاذر مع بعض يعني كأنهم نفس الحاجة وكأنهم سينونمس كلمة سينونمس يعني دول متراضفين دول تعبيرين أو دول حاجتين متراضفتين زي بعض بالضبط بس هما في الحقيقة زي أرنط مش زي بعض طب إيه الفرق؟ يعني أنت بتقول لي إن البرايفاسي هي الخصوصية والكونفيدانشياليتي هي السرية فإيه الفرق بين الاتنين مع إن هما الاتنين تحس إن معناهم واحد قالك من الآخر أنا هقولك قبل ما نقرأ الكلام إن البرايفاسي دي حاجة خاصة بجسد المريض يعني مكان الفحص بتاع المريض إن أنت المفروض تفحص المريض في مكان يكون برايفيت مش وسط المرضى ووسط الناس اللي راحة واللي جاية إن أنت تحافظ على السرية أو الخصوصية بتاعة جسد المريض يعني دي حاجة مادية يعني البرايفاسي دي إن أنت تحافظ على حاجة مادية طب إيه الحاجة المادية دي؟ اللي هي سرية أو خصوصية جسد المريض أما ببساطة الكونفيدانشياليتي فهو كل ما يخص المعلومات المعنوية عن المريض معلومات. يعني مش حاجة مالموسة. مش زي جسمه. لأ معلوماته. دي لكم. يا بقى تيجي نشوف كده بقى بيقول ايه? لك هو يعني بشكل اشمل واعم يعني ده حق المريض في انك تتركه الحالة. تتركه بمفرده. يعني ايه تتركه الحالة وتتركه بمفرده? يعني من الاخر محدش يتدخل في خصوصيته. او اللي هي خصوصيته اللي هي ايه في الحالة بتاعتك كطبيب? اللي هو جسمه او الفحص بتاعه. يقول لك وده يعني دي تعتبر ايه? تعتبر المكان اللي فيه اللي المعلومات بتتاخذ منه ما تقولي طب معلومات ايه ده انت قلتلي جسد المريض? لأ انا بقولك المكان اللي يتاخد فيه المعلومات من المريض. يعني من الاخر مكان الفحص. ومكان الفحص ده انت تفحص في مين? جسم المريض. يعني هو هنا بيقول لك لأ يقصد المكان اللي انت بتفحص فيه العيان وبتاخد منه المعلومات فانت بتفحص العيان بتفحصه ايه بتفحصه جسديا البريفوسي هنا يقصد بيها جسد العيان البريفوسي بدي انت تفحص العيان في مكان مفروض مش وسط الرايح واللي جاي ومش وسط الناس اللي عادة في الطرقات ومش وسط كده يكون في خصوصية في فحص جسد العين أما الكونفيدنشالتي تحفظ بعيدا عن الوصول إلى يد الآخرين يعني هو الحق للشخص أو المريض إنه يبقى لي مجموعة من الميديكال انفورميشن مجموعة من المعلومات الطبية عن حالته والمعلومات الطبية دي مفروض تبقى كيبتا أو تفريتش يعني بعيدا أو تحفظ بعيدا عن الأشخاص الغير معنيين بالحالة تقول لك طبعا المعضوع ده طبعا كونسرنة وزي الانفورميشن ليه علاقة بالمعلومات اللي انت بتجمعها عن المريض وعن حالة المريض أو من المريض ذات نفسه يعني المعلومات اللي المريض هيدها لك زي الهيستوري وغيره دي تعتبر كونفيدنشيالتي انك تحافظ عليها دي كده انت بتعتبر ان انت بتحافظ على الكونفيدنشيالتي بتاعت المريض انك تفحص المريض بعيدا عن أعين الناس وما تفحصوش قدام المرضى الآخرين وفي الطرقات وكده ده نسمين انت بتحافظ على يبقى يعرفت بقى ان الاتنين فعلا مزاي بعض انت بتحافظ على حاجة مادية اللي هو جسم العيان خصوصية جسد العيان اما الكونفيدنشيالتي فانت بتحافظ على سرية معلومات العيان ففعلا الاتنين مزاي بعض خالص ماشي كده تم مهم جدا اول الجدول ده اللي هو المقارنة بين والكونفيدنشيالتي والفرق ما بينهم هو رجع تاني يقول لك اهو خد بالك الكودينفيدنشيالتي دي تعتبر او هي بتشمل او بتانكلوت كل اللي هي معلومات الخاصة بالمريض سواء بقى المعلومات دي انت ساتك كتبها في ورقة او مسجلها على الكمبيوتر او حتى صور او تسجيلات حالات الطب النفسي وغيره تبقى عبارة عن تسجيلات اي معلومات سيادتك حافظها عن العيان او واخدها من العيان في دماغك حتى لانت كاتبها ولا انت حاطتها على الكمبيوتر ولا انت حاطتها على ريكوردات ولا اي حاجة جسد معلومات في دماغك انت اخدتها منه واخدها وحافظها في دماغك مفعش انك تطلعها هي دي يقول لك إن انت حتى يعني حتى الموضوع ده إن انت ما ينفعش إن انت تشارك حتى المعلومات دي مع طرف التالت حتى وإن كان الطرف التالت ده ممكن يبقى من قريب العيان يقول لك ما ينفعش إن هو يجاوب أي استفسار أي استفسار من طرف تالت بعيدا عن العيان حتى وإن الاستفسار ده جاي من جاي من شخص قريب جدا من العيان. بخصوص ايه? بخصوص بخصوص طبيعة المرض بتاع العيان. او اي للمرض ده على العيان. اي للمرض ده على العيان. من غير بتاعه. يعني انت لو جالك عيان. والعيان ده انت فحصته. وبقيت عارف معلومات تضي عنه. حتى وانجه للعيان ده وطلب المعلومات دي. بس انت العيان ما دلكش ما دام هو شخص عاقل وشخص ومش من ضمن الاستثناءات اللي احنا هنقولها كمان شوية. انت ما ينفعش ان انت تطلع المعلومات دي او لطرف تالت وحتى وان كان هذا وإلا زي ما قلنا فوق ان هيقدر او يقاضي من اجل التعويض ومن اجل الخسائر المادية والمعنوان انت ممكن تسببها له لانه ما دلكش ان انت تفشي هزي الاسرار او المعلومات التطبية حتى ولو هو لايه للكلوز رلاتف او لاقرب الناس لي. يعني بيعايز يقول لك ان المعلومات دي سرية لدرجة انك ما نفعش حتى تطلعها لاخل بدون اذنه يعني. مش. قال لك والمعلومات دي طبعا بتغطي ايه? ببساطة خالص هتغطي اه كل ما يخص الحالة بتاعة العيان. قال لك ايه? قال لك اتكافر ايه? قال لك اتكافر او اللي فاتت او اللي جاية. الخاصة بالعيان دي حاجة. الحاجة التانية. اي معلومات او طبية. خاصة بالبيجنوزز. تشخيص الحال او talent حلاج الحال او صور و الفوتوغرافز. تسجيلات الصوتية او اي ماتيريال. اي حاجة خاصة بالعيان. تحليل اشعة ورق تحليل اي حاجة خاصة بالعيان هي دي تعتبر المعلومات التطبية الخاصة بها. تعتبر ان انت كده لما تحافظ عليها يبقى ستك بتحافظ على بتاعت العيان. قالك من هو الدكتور اللي بيعالجه? الطبيب المعالج. وايه اللي تعالج عندها قبل كده? او التخصصات اللي زارها قبل كده? دي كلها خاصة بالمعلومات التطبية بالعيان. اي حاجة تانية انت ممكن تستخدمها بشكل يعني اي معلومات ممكن تستخدم في التعرف على العيان بشكل مباشر او شكل غير مباشر. اللي هي الفلوس اللي بتفعها. الدفع مقابل كلمة يعني الدفع مقابل الخدمة. يعني حتى التفاصيل المادية اللي العيان اتعامل بها او عملها قبل كده تتعتبر معلومات خاصة بالعيان. انت لازم تحافظ عليها كنوع من انواع فما ينفعش ان انت تطلع. دي كلها حاجات او امثلة للمعلومات الخاصة بالعيان اللي سيادتك لازم تحافظ عليها علشان يبقى انت بتحافظ على بتاعت العيان. اي حاجة بتاع العيان. الخاصة بالديجنوس استحليل وقشع. اي حاجة تقدر تخليك تتعرف على العيان بشكل دايركت او ان دايركت. الدكاتر اللي راح لهم قبل كده. اسم الدكتور المعالج. الفلوس الفيز او الفلوس اللي كان بيدفعها سواء للطبيب الحالي او الطبيب اللي قبل كده او اللي هيدفعها في المستقبل لعملية جراحية ناوية يعملها مسلا دي كلها برضو دي يعتبر من الاسرار الخاصة بالعيان. فانت لازم تحافظ عليها كنوع من انواع جميل. يبقى بعد معرفك بقى ايه هو الفرق بين البرايفسي والكونفيدنشاليتي هيبتدي يقول لك انت ازاي تحافظ على البرايفسي والكونفيدنشاليتي. ويبدأ بالكلام على المحافظة على البرايفسي. وانا انتفقت معاك ان البرايفسي ده المكان الفحص بتاع العيان. يعني تقدر تقول تقوم بشدة سهمة كده من البرايفسي دكتور فوقيها حاجتين. جسم العيان او رقم اتنين يعني مكان الفحص. وانت طالما جسم العيان يعني من الاخر مكان فحص العيان. يعني انت لازم تحافظ على سرية او خصوصية مكان فحص العيان عشان تحافظ على سرية او خصوصية جسد العيان. ماشي كده? يبقى احنا خلاص متفقين. يعني جسد العيان. حاجة مادية. انما حاجة معنا لسه الينها فوق معلومات. معلومات خاصة بالمريض الدفع التحاليل التكاترة اللي بتكبت عالجه اي حاجة تتعرف عليه عن طريقها بشكل او وهي كزا. قال لك احنا طبعا ده حاجة مهمة جدا ان انت سيادتك تعرف او الحاجات اللي انت المفروض تتبعها عشان تحافظ على بتاعت العيان وابتدى يعدهم لك. قال لك اول حاجة ان انت تتأكد ان يعني كل الفحص العيان انت بتعملهله يكون يعني انك ما تفحصوش قدام العيانين التانيين او حتى قدام اشخاص مش مش من العيلة بتاعته او مش مصرح ان هما يقفهم ويشوفهم الفحص دوت او اي حد من اللي اصطف يعني حتى اي حد من اللي اصطف الطب اللي موجود معك ما دام هو مش ايه مش معني بالحالة او مروش علاقة بالحالة يعني. يبقى اول حاجة ان انت تحافظ ان او الفحص بتاع العيان بالكامل يكون بعيدا عن اعين العيانين التانيين عن اعين الاشخاص اللي مش من عيلته عن اعين اللي اصطف اللي هم حتى زميلك بس هم ولهمش علاقة بعلاج الحالة. باول واحدة. ماشي. رقم اتنين. يعني لما تيجي تاخد المعلومات من تانشور ان انت بتاخد المعلومات دي بسرية. لما انت بتفحص العيان تفحصه مسلا في غرفة مغلق او تفحصه لهو مسلا في عمبر فيكون مسلا في استارة فاصل ما بينه ما بين العيان اللي جنبه. ده معنى الجملة التانية دي انك تحافظ على سرية المكان تتفحصه فيه. ده معنى كلمة انك تنشور اللي انت تاخد فيها المعلومات الطبية. هتقولي طب ما ده انفورميشن هي ده كده كونفيدانشياليتي. لأ. او هنا يقصد الانفورميشن الطبية اللي انت هتحصل عليها لما تفحصه. فيقصد هنا المكان الفحص يعني يقصد هنا جسد العيان. ماشي. قالك تتأكد ان تغطي جسمه تماما. ان جسمه متغطي كويس. لما تنقلوا مسلا من قسم القسم. حالات كتير جدا بتبقى موجودة في قسم معين. وبعدين مسلا ياخدوها يودها قسم تاني علشان اجراء طبي. عشان يعمل اشعة. عشان يعمل اتخذ منه عينة نخاعة مسلا. فيخرج من مكانه. هيروح مكان تاني. او هيروح اسم تاني. فلازم اثناء او اثناء الارسال بتاع العيان من مكان لمكان ده. يكون الموضوع ايه? في سرية او في خصوصية. متغطي جسمه ما يخرجش كده. اه يلا احنا رح نعمل له اشعة على على الصدر. يلا يخرجه صدره كده مش وخلاص طالما احنا كده كده رح نعمل اشعة لأ غطيه. اه ان شاء الله في القسم الاشعة هنبقى ان ايه? نعمل له ونعمل له الاشعة. ماشي. رقم اربعة. تتأكد ان يعني ايه? يعني من الاخر هتكشف الجزء بس من جسم العيان اللي سيتك ناوي تكشف عليه. انت هتعمل له تكشف الشست بس. هتعمل له تكشف له بس. ده معنى الجملة دي. ان انت ما تعملش لجسم العيان بالكامل. يلا احنا هنفحص. يلا العيان يلا نفحص. لأ. احنا هنفحص الصدر يبقى الصدر بس هو اللي انكفر. هنفحص البطن تبقى البطن بس يلا انكفر. هنفحص يبقى اللور لمب يبقى اللور لمب ولا انكفر. يقصد هنا ان انت هتعمل اكس بوجر او هتعري بس من جسم العيان الجزء الخاص بالفحص. ماشي. قال لك خد بالك ان انت لو هتعمل اكس اجزاميناشن وخصوصا لو لفيميل يفضل ان الموضوع يكون في وجود شخص اخر زي النيرس زي مين الممرضة يعني بنفس الجنس. يعني لو هي انسة يبقى فيه فيميل انسة واقفة تعتبر هي النيرس او هي الايه? اللي موجودة اللي احنا على فكرة بنسميها كلمة تشيبرون. تشيبرون دي يعني محرم. كلمة تشيبرون يعني محرم. يعني طرف تالت. موجود معاك. تمام كده? وخصوصا الفيميل. يعني الجملة ديت اكتب جنبها كده. وده اللي احنا كنا اتكلمنا عنه ان ما دام هناك هي اللي تفحص ما فيش. ما فيش اه او الفيميل دكتور تفحص الفيميل دكتور. مفيش وانت اللي مضطره تفحص كميل انت ميل يعني وتفحص فيميل يا ايه. في وجود او في وجود نيرس العيمة يعني في نفس الايه من نفس الجنس. الفيميل يبقى النيرس اللي موجودة في ميل يا ماشي. ده برضو نوع من انواع الرايد رقم رقم ست دايما تاخد الموافقة من العيان على اي حاجة تعملها له اصناء الفحص. ممكن انا هفحص بطنك دلوقتي ممكن. تمام. طب انا هفحص رجلك دلوقتي ممكن. تمام. طب ممكن بس انا هعمل دلوقتي او للهدوم اللي موجودة في منطقة البطن. تمام. يقولك تمام. فانت كده بتاخد او بتاخد موافقة منه على الايه? على الاجراء الفحصي اللي انت هتعمله طول ما انت شغال. ماشي. قال لك ادي وقت كافي للعيان. تواكسبوه زبارت. آآ يعني ان انت تدي له وقت كافي انه يقدر انه يكشف الحتة اللي انت تكشف عليه. تمام? كده تعدل المريض وقته يعني. ماشي. قال لك يعني ممنوع. قال لك انك تفحص العيان في دي لها طرقات. طرقة كده وخلاص في الطوارئ ولا طرقة في اي حاجة في الطريق كده وخلاص يلا نفحص. او في عماكن الانتظار. لأ. احنا بنفحص في غرف فحص. او بنفحص في العنبر بس بيكون في يعني فيه ستاير ما بين العينين وبعضهم. ما بيكونش الموضوع كده ايه? في والويتنج ارياز. ماشي. قال لك اثناء الفحص اي شخص مالوش اي لازمة او مالوش اي علاقة بالشغلان فعش يبقى موجود. ده معنى كلمة يعني مالوش علاقة بالعيان. او يعني شخص اصلا مش مش ميديكا لستوف. يبقى موجود ليه? ميبقاش موجود. يبقى انت كده بتحافظ برضو على او على خصوصية جسد العيان. رقم جزائج زامناش. الاشخاص الطبيين المعنيين فقط. ولهم علاقة بالحالة ولهم علاقة بالمريض. آآ كطباء او هما يبقوا موجودين. مريضين اطباء. اللي هما طبعا مساعدينك. كطبيب يعني. فالاشخاص بس اللي لهم علاقة. اللي هم مش يعني اتغطي المريض بغطاء خاص. لبس عمليات او حاجة يبقى لبسها خاص بالعمليات. آآ فحص معين يبقى لبسة خاص بالفحص المعين ده. ماشي? قال لك يعني ايه? يعني كلمة يعني حاجة خاصة بالسكس. ميل او فميل. يعني ايه? يعني غرف خاصة بالميلز وغرف خاصة بالفميلز سواء حتى للويتنج او يعني يبقوا ميلز بس. وغرف للفميلز بس. طب اثناء برضو للميلز. ده معنى كلمة يعني الموضوع اماكن مخصصة لكل جنس. ذكروا انس سواء في الايه? في الانتظار او حتى في الكشف. في الويتنج او ماشي? يقول لك اهه الموضوع ده مهم جدا على فكرة. ان انت العينين المفروض يكون لهم مصاعد ده اللي هو المصعد اللي هو الاسنسير يعني. خاصة بيهم. خصوصا في الطوارئ. ويكون هما اللي لهم الاولوية. يعني المصاعد دي بتشتغل العينين بس يا جماعة. يعني المصاعد دي المفروض يكون كده لاي مستشفى فهو مصعدين. المصعد خاص بالعينين والمصعد خاص بالايه? بالمديكس اول مرافقين والكلام ده يعني. اه ما ما يكونش مفيش الاعسنسير واحد. واحد مسلا راكب الاسنسير طلع اخر دور في المستشفى يطلع كوبات شاي. وعيان داخل تحت المفروض ان هو يطلع الدور السادس وال الخامس يا لا الأسانسير في السابق واحد طالعا بيطلع شاي لأ المفروض ان هو يكون او الاولوية للعيان هو اللي يركب المصعد او يركب الليفت ويفضل ان الليفت دي يكون خاص بالعيانين بس يعني ما يكونش لفت للمستشفى وخلاص عيانين بقى على صطفة على موظفين على لأ طبعا مش كده يعني ده معنى كلمة ان انت يكون ليهم يعني مصعد خاصة بيهم ويكون ليهم الاولوية في ركوب هذه المصعد بناء على الحالات الطرقة يعني يعني ان انت ما تضيعش وقت مع العيان يعني العيان هيعمل بروسيدجر هيخد وقتها خمس دقايق يبقى هو هيواضر خمس دقايق بس مش هنعد نحرق مش هنعد نضيع وقت هو الوقت بتاع الفحص كزا يبقى هو الكزا بس خلاص فده معنى كلمة ان انت تافويد ان انت تسيب العيان اثناء الفحص وقت اكتر من وقت الفحص ووقت الفحص خمس دقايق بهم خمس دقايق مش هنضيع وقت تمام كده كل دي كل دي ايه كل دي او كل دي حالات الحالات دي انت تقدر ان انت بيها تحافظ على كتير جدا طبعا يعني اربعتاشر واحدة لما يجي لك في السؤال النظر يطلب تلاتة اربعة او حتى خمسة يعني ان انت تعرف تجمع منهم شوية حلوين يعني حتى كده يعني كده ان انت تحافظ على العيان ما يتفحص قدام عيانين تانيين في ما يتمش الفحص يكون في يكون ليهم او مساعد خاصة بيهم تعمل لجزء الفحص بس ما تضيعش وقت مع العيان تدي له وقت ان هو يكشف الجزء اللي انت هتكشف عليه بس يعني الموضوع ما يكونش فيه اشخاص او يعني كلها حاجات ايه بيولوجيك كده ازاي تحافظ فيها على خصوصية مكان الفحص او الخصوصية بتاعت جسد العيان. اما بالنسبة لسرية المعلومات الخاصة بالعيان فده طبعا ليه برضو ميجرز الحفاظ على الكونفيدنشاليتي اللي هي طبعا سرية المعلومات الخاصة بالحالة. والطبعا ازا ما اتفقنا ان الكونفيدنشاليتي دي عبرها معلومات. معلومات خاصة بالهيستوري بتاع المريض. معلومات خاصة بالدياجنونسيز والانفستيجيشن الخاص بالمريض. معلومات خاصة بالدكاترا اللي بيفحصوه. معلومات خاصة بالتفاصيل المادية والمالية الخاصة بحالة المريض. فدي معلومات. دي لها اكتر من طريقة للنقل يعني ممكن تنقل عن طريق الايميل ممكن تنقل عن طريق الفاكس ممكن تنقل عن طريق الالكترونيك ريكوردز فكل هو هنا جايب لك كل طريقة من طرق تخزين المعلومات دي ازاي تحافظ بها على المعلومات فقال لك اول طريقة ان انت لو المعلومات دي بتتبعت عن طريق الايميل والفاكس بين الاقسام وبعضها فهو يعني بقدر المستطاع يعني على قدر المستطاع الجملة دي معناه ايه قالك الكلينيكال ديتيلز دي المعلومات الكلينكية الخاصة بحالة المريض على قدر الامكان تحاول ان انت تخليها حاجة مستقلة عن الديمجرافじ داتا ديموجرافじ داتا يعني معلومات واحصائيات عامة يعني فيه كل مستشفى كده بيبقى لها حاجة اسمها ديموجرافじ داتا ايه ديمجرافيج داتا? دا غيرنا كمعين والكمعين دول اه اه اتشخصوا اه لحالات كزا وكزا وكزا. والحالات كزا دي تعمل لها كزا والحالات كزا دي دي اسمها احصائيات دي اسمها احصائيات حاول ان انت ماتدخلش او ما تخلطش المعلومات الخاصة بالمريض وتكسر بتاعته عشان تبني ديموغرافيك داتا. فحاول على قدر الامكان ان اللي هي اكتب تحتها كده حاجة خاصة بالمريض قوي او معلومات خاصة بالمريض قوي تحاول ان انت تخليها مستقلة او بعيدة عن الديموغرافيك داتا اللي هي الاحصائيات العامة الخاصة بالمستشفى. وصلت? ماشي. قال لك لما تبقى لازم تبقى اللي هي تبقى مشفرة. زي عارفين انتم رسائل الواتساب كده يقول لك ايه? يقول لك الرسائل في الواتساب يا جماعة يعني هي بيتم مشاركتها بين طرفين وبس. صعب يخش هي هو بنفس الفكرة كده ان الرسالة تكون مشفرة من طرف لطرف. بيسموها يعني. فانت كده بتحافظ على المعلومات دي او على سرية المعلومات دي. فيبقى صعب الايه? الافشاء بتاعها. يبقى دي اول حاجة بخصوص الايميل والفاكس. تاني حاجة يعني ايه? المعلومات الخاصة بالمريض اللي ممكن تبقى موجودة على مسلا جهاز الكمبيوتر. قال لك ازاي نحافظ عليها باربا حاجات. قال لك اول حاجة تأكد دايما انك تعمل لوج اوت من الكمبيوتر سيستم او من اي ابليكيشن بعد ما تخلص الورك بتاعك على الابليكيشن ده الخاص بالمستشفى. لا دايما فيه سيستم كده خاص بالمستشفى. انت ببقى ليك او ليك اكسز عليه. فتقدر انت تخش تطلع على التحاليل والمعلومات الخاصة بالحالة. فلما تخلص سيادتك المعلومات اللي انت طلعت عليها او تخلص الحاجة اللي انت جاي تشوفها على السيستم. تأكد انك عملت من الاكاونت بتاعك او من بتاعك بحيس ان محدش يستخدمه في ان هو يحصل على هزيه المعلومات. دي حاجة. قال لك خد بالك ما تسيبش وراك اي. يعني هو هنا مش كتب كلمة بس هو يقصد هنا ان انت ما تسيبش وراك اي. اي سيستم مفتوح وراك يعني. اي نافزة او اي سيستم او اي حاجة مفتوحة وراك فيها معلومات خاصة بالمريض. يا نفس فكرة الجملة اللي هو فيها بتاعة اللوك اوت. ماشي? ما تعرفشي الباسورد بتاعك او حتى بتاعك اللي انت ممكن تكون بتخش بيه اه على السيستم مع شخص تاني انه هيقدر ان هو يخش على السيستم بيه. صح? وتعمل دائما بصفة دورية عشان تمنع الاشخاص التانيين من هم ما يستخدمهم الباسورد ده. ماشي. قال يعني تأكد دايما ان بتخلق النافذة الخاصة بمعلومات اي مريض قبل ما تفتح نافذة اخرى خاصة بالمريض اخر علشان ما تنسهاش مفتوحة زي ما قلنا من شوية اللي هي ايه ده يعني حاجات بالاخر لما تستخدم جهاز الكمبيوتر يعني بالحج في الحصول على معلومات خاصة بمريض تأكد ان انت عملت تأكد ان انت ما سبتش النافذة مفتوحة وتأكد ان انت الباسورد ان انت بتعمل على السيستم ده عشان تحصل على المعلومات دي ان الباسورد ده مش مع حد تاني غيرك. وحتى لو هو انت حاسس ان الباسورد ده تعرف غيره يا عم كل فترة. يعني كل فترة على فترات منتظمة غير الباسورد ده. كلام يعني جدا مش. قال لك وهنا يقصد المعلومات الورقية. تعاملات في الورق بقى. مش 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 على الكمبيوتر طيب قال لك والله لو في بيانات خاصة بالمرضى مكتوبة في ورق حافظ عليها في مكان آمن ماشي قال لك لو انت هتبعت المعلومات دي من قسم القسم تعمل لها تراكينج يعني ايه تراكينج تتتبع يقول لك تراك دي اف ترانسفيرد تراك دي اف ترانسفيرد يعني المعلومات دي يتم تتبعها بشكل كويس لو هي تتنقل من قسم للآخر وتتأكد هي موجودة فين دلوقت انت مثلا شاركتها من قسم الجراحة لقسم الأورام والأورام قامت موديها مثلا لأمراض الدم تبقى عارف المعلومات دي انتهت فين ودخلت الأرشيف بتاع انهي قسم الفيلنج سيستم ده هو الأرشيف فانت عارفت هي وصلت فين ايه مكانها الجديد بعد ما خرجت من عندك واستقرت فين ودخلت الأرشيف فين ده معنى الجملة دي قال لك ترجع للفيلنج سيستم يعني تتأكد ان انت بعد المعلومات دي خرجت مثلا من الأرشيف وأقسام معينة استخدمتها انها رجعت تاني الأرشيف لمكانها وفضلت ايه محفوظة بشكل آمن بعيدا عن اي حد ممكن يعمل لها ايه افشاء ماشي؟ قال لك رقم اربعة يعني المعلومات الطبية يا ابني اللي مكتوبة في ورق دي طول ما هي انت مش محتاجها سيبها محفوظة زي ما هي في الأرشيف يعني حفظها في مكان متغيرش مكان تحفظ في نفس المكان مدام انت مش محتاج يعني مدام انت احتياجها مش ضروري انت مش عايزها في حاجة فما تقعدش بقى ايه تاخد الورق من هنا تحط وينها تحط وينها تحط هيضيع في الأخ فانت حافظ عليها في مكانها مدام ايه مدام هي مفيش حاجة لتنقلها من مكان لآخر او مفيش حاجة لاستخدام قال لك وعموما بقى سواء ورائية سواء كمبيوترية سواء اي حاجة يعني ما تحاولش ان انت تعرف حاجة مش خاصة بيك او حاجة انت ملكش عليها معلومات طبية بتاعت مريض مش بتاعك فما تحاولش ان انت تأكسز للمعلومات دي اقفل الابواب كويس بتاعت الارشيف وبتاعت الاماكن اللي ما حفوظ فيها الورق ديا والاماكن اللي هي الفيلنج زي ما قلنا اللي هي الارشيف او القوض اللي فيها المعلومات الطبية دي يعني تحفظها بعيدا عن الاي اي استفسار كميت كويري يعني الاستفسار بعيدا عن الاي اي شخص او اي شخص غريب او اي شخص زائر ان القضة دي تتقفل كويس مش اي حد يقدر يخش القضة دي. يعني ان انت تطلب نصيحة او ان انت تقول لحد اكبر منك او حد مسؤول اكبر منك لو انت حاس ان في اي حاجة مشكوك في امرها او اي شيء يعني مسير للاهتمام او مسير للخوف ان انت تبلغ حتى اكبر منك اه هو اللي يوصل بقى للايه للامنة او يوصل للمسؤولين عن الارشيف او من كده ان في معلومات طبية والله احنا حاسين ايه بتتصرب وفيه شخص معين حاول يعمل على المعلومات دي فانت تبلغ يعني هو يقصد هنا ان انت تبلغ الايه الاشخاص المسؤولين لو انت حسيت ان في حاجة مش تمامة قالك وفي الاخر بقى تعارفين يعني ايه الرغي كتير فبيقولك كاجمالا يعني نصائح عامة كده يعني حاول ان انت الوصول على حسب الحاجة بس ما تنقشش المعلومات الخاصة بالمريض دي مع اي شخص مع شخص مالوش علاقة بالمريض او شخص مش من مش من عائلة المريض من غير الكونسنت وما ده اللي احنا عارفينه مع عادة او مع عادة الحاجات اه اه اللي هي الحالات اللي انت تقدر ان انت توفش فيها هذه الاسرار لان نتكلم عنها دلوقت اه دونت كوليكت انفورميشن نتجمعش معلومات يعني مالهاش علاقة بالحالة ومالهاش علاقة بتشخيص الحالة اه لان الميديكال انفورميشن بس هي اللي تلزمك يعني انت عايز بس تمام انما انت لحالة توصل لاي معلومات اخرى مالهاش علاقة بالحالة يبقى انت كده بتحاول انت تكسر لايه الكونفيدنشيل بريدش ازا كونفيدنشيل انك تكسر السرية وخصوصية هزي الايه المعلومات يعني الاخر انت معلوماتك على قد وبس يعني حتى ما تتكلمش في المعلومات الخاصة بالمرض دي مع زميلك الا في حالة ايه استشاره هتتكلم معزميلك عن الحالة يبقى في انت بتستشيره او بتاخد ساكن دوبينيان الرأي والرأي الاخر غير كده مش هنقعد نحكي في المحكي مش هنقعد ان تبقى قعدتنا في الكلام على المريض الفلاني الكلام ده طبعا كله انت بتكسر فيه يبقى هنا هو عرفك اللي انت ازاي تحفظ بيها احنا كده اتكلمنا على الفرق بين وزي تحافظ على اللي هو جسم العيان او مكان الفحص بتاع العيان اللي هي خصوصية او سرية معلومات العيان سواء بقى المعلومات دي بالفاكس او الايميل او المعلومات دي مكتوبة او المعلومات دي كومبيوترايزد او في العموم بعد كده تد بقى يكلمك على الحالات اللي مسموح فيها بكسر وافشاء اسرار العيان اللي احنا بنسميها هي الحالات التي يتم فيها افشاء الاسرار الخاصة بالعيان وده طبعا هيكون فيها اسباب طيب البريفلشد كوميونيكيشن او اللي ما تتقلق قدامك اعرف على طول ان هي ثلاثة في خمسة يعني ايه ليها ثلاث تعريفات وهم خمس حالات يعني اكتب لي كده جنب البريفلشد كوميونيكيشن ثلاثة في خمسة عندنا سريد ديفينيشنز وعندنا فايف كيسز وخمس حالات هما اللي انت هتكسر فيهم الخصوصية او السرية دي. ايه هما قال لك اول حاجة هي 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 او الحالات يعني هي الحالات اللي مسموح فيها بالافشاء للاصرار المرضية او الاصرار المهنية الخاصة بالمرضى. يبقى ده اول تعريف وده تعريف لوجك. انا بقول لك دي الحالات اللي احنا بنوفش فيها اصرار المريض. يبقى هي الافشاء المسموح لاصرار المريض. ماشي. طب تعريف تاني. رقم اتنين. رسالة او معلومات. بيعملها الطبيب. يعني للجهة المختصة. يعني هي رسالة او مجموعة من المعلومات هيقدمها الطبيب للجهة المختصة. يعني ايه? يعني معلومات هيقدمها للجهة المختصة وهو قدمها للجهة المختصة بناء على دوره في المحافظة على المصلحة العامة. المصلحة العامة للمجتمع او المصلحة العامة للدولة. وده اللي هنشوفه دلوقتي في الحالات يعني تخيل واحد مثلا عنده مرض والمرض ده متفشي. ممكن ينتشر من شخص الشخص للشخص للشخص. يتقول لا انا ما اقدرش ننفشي. لا ما انت لو ما افشتش والعيان ده ما اقدرش ان هو يحافظ على نفسه يتبع التعليمات. يبقى انت كده بتأذي الناس التانية. فلازم في مثل هذه الحالات ان انت تقصر الكونفيدنشاليتي بتاعة المريض. تالت تعريف قالك هو يعتبر تبادل للمعلومات. ما بين شخصين. يقول لك هو عبارة عن تبادل للمعلومات. ما بين شخصين. لهم غالبا انت والجل المختص. تمام كده? بخصوص ايه? بخصوص يعني بخصوص علاقة سرية اللي هي علاقة الطبيب بالمريض. بس الاكسشينج ده او تبادل المعلومات ده يعتبر يعني يعتبر استثناء يعني للمحافظة على اسرار المريض. يعني هما التلات تعريفات بيصبهم في نفس المعنى ان انت هتقصر او هتبوح بالاسرار دي للمحافظة على المصلحة العامة غالبا. هتوفشيها المين? هتوفشيها ايه? دي ايه? دي اليمين? اليمين الجال مختص? ماشي. مش دول الخمسة. يعني الخمسة هيجو بعد العنوان ده. بس هو هنا برضو بالاجمال كده عايز يقول لك امتى هتوفشي هذه الاسرار? يعني امتى هتوفشي هذه الاسرار? مش هتروح توفشيها لاصحابك على الاول. لأ. مش هتوفشيها للجماعة في البيت برضو لأ. قالك انت هتوفشيها لشخص هياخد اكشن. اللي احنا بنسميها الايه? اللي هي الجهة المختصة. مش هتروح تفشي السر لاي حد كده والسلام. لأ هتفشي لحد هياخد قرار بخصوص هذه الحالة. فيبقى انت كده عملت يبقى انت فعلا كسرت ولكن بغاية. يعني كسرت وفيه اهمية للموضوع. مش ان انت قفشية السر وخلاص. دي اول حاجة. قالك يعني لو انت عملت الموضوع الاكتر من شخص. او لشخص ما روش علاقة. او لشخص غير معني بالحالة كده. كلمة كلمة يعني امتياز. فهو عايز يقول لك الامتياز اللي هيعود عليك من كسر الخصوصية بتاعت العيان او سرية معلومات العيان. هيعود عليك لما تستفيد منه في المصلحة العامة. طب سيادتك لما تروح تفشي السر ده لاصدقائك ولا لاصحابك او لشخص ما روش اي علاقة ولا هياخد اي اكشن ولا سيادتك هتستفيد من الكسر لما تفشيله الاصرار دي. يبقى ساعتها الموضوع معادش يعني ايه يعني معادش فيه امتيازات. يعني الموضوع الامتياز هنا هنا فشل. لما سيادتك تعمل ايه? لما سيادتك تروح ان انت تفشي الاصرار دي لشخص ايه? بلا داعي او شخص مش هياخد الاكشن. يعني مش شخص ماشي كده? ايه هي الحالات ده? يبقى انت كده عرفتلي وقولتلي انك يوم يا حبيبي ما تعمل تعمله للشخص اللي ايه? اللي عند او مش شخص كده وخلاص. ماشي. ايه هي? الخمس حالات. تلاتة في خمسة. تلاتة. ايه هم الخمس حالات اللي انت ممكن تفشي فيهم اسرار العيان? يعتبر من اهم الاسئلة في الشابتر. الحالات اللي انت هتفشي فيها اسرار العيان. اول حاجة بامر من العيان. وده اللي احنا قلنا في اول شابتر. انت ممكن تفشي بناء على حاجتين. اللا قانون ورقم اتنين. ان البيشنت ذات نفسه هو اللي اداك اللي ايه الموافقة? انكتبش الاسرار دي. قال لك اول حاجة يعني ايه? يعني بامر او بموافقة من العيان نفسه. قال لك يعني لو العيان نفسه هو اللي وافق او اداك التصريح بان انت تعمل الافشاء ده. يعني بقعدة عامة يعني حتى والدي. يعني حتى ولو مات. ما ينفعش انهم يعرفوا المعلومات دي. او انت ممكن تقول لي ايه? وهو يعني يما هيفشي او يما يقول لي فيشي الاسرار? هيقول لي فيشي الاسرار لعيلته? وده حاجة عادية طب انا كده كده ممكن نفسيه? لا يا حبيبي مش ممكن. ده الريلاتيفز الكلوز الاشخاص المقربين. او حتى البييرونت متخيق البييرونتس دول اللي هو ابو وامه. ما ينفعش ان انت تفشي لهم الاسرار دي مادام انت مخدتش كونسنت طب خلاص هو ده كونسنت والموضوع كان بريكوست من البيشنت نفسه ساعتها تقدر ان انت تعمل دي فالج للسكرت ساعتها ان انت تقدر ان انت تفشي السر يبقى دي اول حالة من الخامسة اول حالة من الخامسة بموافقة العيان نفسه جميع قالك رقم اتنين هو العيان ما وفقش بس انت هتفشي لمصلحته for the sick of the patient for the sick of the patient يعني لمصلحة المريض طب والحالات اللي انت ممكن تفشي سر مريض لمصلحته اكيد المريض ده ايه عنده مرض نفسي عنده مرض نفسي والمرض ده متطور معاه وعنده استعداد ان هو ينتحر طبعا انت كدكتور نفسي واحد بيجي لك والموضوع تطور معاه كمرض وبيقول لك انا حاولت اكتر مرة انتحر وعندي يعني محاولات انتحارية هيمشي من عندك هتفضل قاعد ساكت هيموت بالليل هينتحر بالليل فساعتها هو عنده مرض ايه من تلي فساعت ده ده مثال يعني ده مثال ان انت ممكن تفشي السر لمصلحة المريض تقدر ان انت تفشيل مين للريلاتفز بتوه عشان يقدرهم يعملولو ايه بروبر كير يهتموا بيه ويقدمولو الايه التريتمينت او العلاج الخاص بالحالة بتاعته يساعدوه بقى طالما هو الواحده مش قادر ان هو يتغلب على الموضوع لا يبقى الموضوع لازم يكون فيه مساعدة من الايه من الاقربون يعني تانية حاجة لمصلحة المريض رقم تلاتة لمصلحة المجتمع يعني ايه المصلحة المجتمع مهم ما اقوي بقى الحالة بتاعت مصلحة المجتمع دي نلسه اقل لك عليه اقل لك لو العيان عنده مرض معدي زي التيفوت مرض معدي زي مرض معدي فانت لازم تفشي الاسرار او تخرج هزي الاسرار للجهة التطبية المعنية بمثل هزي الحالات عشان تمنع يعني انتشار انك تمنع انتشار المرض ده او في كل مكان او الجهات المختصة او الجهات المعنية لازم تبلغها بهذا الامر ماشي دي حاجة الحاجة التانية سيادتك معني بالكشف الطبي على مجموعة من الموظفين والموظفين دول المفروض هيقومهم بشغلنات الشغلنات دي محتاجة مواصفات معينة فسيادتك لقيت ان المواصفات دي يوجد ضدها او عكسها في هذا الايه في هذا الموظف فلازم تبلغ عنه يعني ايه شخص درايفر شخص سواء بيسوق لوري بيسوق عربيات نقلة ايه لعربيات كبيرة وعنده هتسيبه لحد ما يخش وهو ماشي على الطريق وسايق عربية مقتورة يعمل كرسة على الطريق ويروح ضحيطها مائة الاشخاص لا طبعا دي حاجة حاجة تانية واحد شغال منقذ مسلا في حمام سباح او شغال مسلا مسؤول عن حمام سباح وهذا الشخص عنده جنورية جنورية دي اللي هو مرض اسمه السيلان ده مرض المرض بينتنقل بالاتصال الجنسي وبينتقل عن طريق الماء يعني بكتيريا دي بتنتنقل عن طريق الماء هتسيبه ينزل حمام السباحة والبول وينقل المرض ده الكل اللي موجودين في البول لا برضو لازم تبلغ لازم تبلغ بهذا الموضوع لأن المرض ده هيتنقل وهيصيب اشخاص تانيين فانت في هذه الحالة تعتبر افشية اسرار المريض من اجل مصلحة الكل او من اجل مصلحة العامة او من اجل مصلحة المجتمع ماشي كده يعني من اجل مصلحة المجتمع حاجتين يا اما يا اما في الحالات اللي هي الامراض فيها او ما تنفعش للوظيفة اللي بيقوم بها الشخص يبقى دي رقم ثلاثة رقم اربعة يالك لمصلحتك انت كطبيب ايه الحالة لتخليني افشي اسرار مريض لمصلحتنا كطبيب يالك ان المريض ده يتهمك يتهمك بايه بسوق السلوك الطبي او يتهمك بالاهمال الطبي فستك تبقى حابب ان انت تدافع عن نفسك فتدافع عن نفسك بانك تفشي تفاصيل الحالة وان انت قمت معها بالواجب فاللي بيقوله المريض ده ادعاء خاطئ صح فبيقولك ايه for the sake of the medical men medical men يعني في مصلحتك انت كطبيب يعني قالك if he is accused by mal practice لو الطبيب هي هنا تعود على الطبيب accused يعني تم اتهامه by mal practice يعني بالاهمال الطبي ففي الحالات اللي زي دي is allowed يعني ما اسموح له ان هو يخرج الاسرار الخاصة به المريض عن الدياجنوزز وعن التريتمينت اللي هو اتبعه ويقول يا جماعة والله انا ما اصرتش طبعا انت اتهامتيني بقى مش قالك رقم خمسة وهي طبعا الحالة في ان هي شهادة محكمة مثلا ده بقى ايه انت مضطر تفشي الاسرار بناء على امر من المحكمة يعني في حالة شهادة المحكمة او اللي هي شهادتك كطبيب شرعي قال لك وخصوصا في حالات في حالات ان انت كطبيب شرعي الطلب الاستشارة بتاعتك طلب منك طلب منك انك تكتب تقرير طب شرعي عن حالة معينة او معينة لازم تقول كل الاسرار وكل الملابسات الخاصة بالحال وفي حالات ان الاشخاص الميديكال او اللي هما الاشخاص الاطباء دول شغالين مثلا في شركات تأمين فيقدروا من هما يرفضوا من هما يدهم للاشخاص اللي هما المعنيين بهم الا في حالة زي دي كده حالة او في حالة الامر من المحكمة تمام كده يبقى دي كده الخمس حالات بتوع دي عام حاجة في الشرطر يعني انت لو تسيب الشرطر كله تذكر من فرق من وتعرف لك تلاتة ميجر هنا وتلاتة ميجر هنا ده لو انت تزنق تخلص بقى مهمين جدا والخمس حالات او اللي ممكن تعمل فيهم اللي هي اول واحدة بموافقة المريض رقم اتنين من اجل مصلحة المريض رقمتها من اجل مصلحة المجتمع من اجل مصلحتك انت كطبيب وكشهادة في المحكمة او بامر من المحكمة اكسيبرت ويدنس طيب لو سيادتك افشيت هذه الاسرار ومعندكش حالة من الخمسة اللي فوق ده ساعتها انت يقع على عاطقك مسئولية المسئولية دي هتؤدي الى امبليكيشنز امبليكيشنز يعني عواقب او اثار مترتبة الاثار المترتبة على خرق الكونفيدنشاليتي وانت سيادتك ما عندكش عذر او ما عندكش سبب من الاسراب الخمسة اللي احنا قلناها فوق ساعتها بيقع على عاطقك اثيكال امبليكيشن اثيكال امبليكيشن ده يعني حاجة اخلاقية يعني حاجة معنوية ان انت كده المفروض ان انت حلفت قسم ومن حلفان هذا قسم انك هتحافظ على المريض واسرار المريض فانت كسرت القسم ده فانت كانت تعتبر اثيكالي يعني اخلاقيا ما تعاملتش بالقسم اللي انت حلفته ده حاجة طب رقم اثنين ليه جلي بقى محكامة بقى المريض يقدر ان هو يحكمك ويقدر ان هو يطالب بتعويضات بناء على الضرر اللي انت سببته فانا عايز اقولك ان كلمة الامبليكيشن زينا تقصد الاسار المترتبة على خرق البرايفسي والكونفيدنشاليتي دون واجه حق او لو كان الموضوع مش بريفلشت اللي هي الحالات اللي كانت موجودة فوق اول حاجة معنا هي الجانب الاخلاقي او الاسار المترتبة على الجانب الاخلاقي قالك يعني الطبيب المفروض ان هو من ضمن او الواجبات بتاعته يعني ان هو ما يقزيش المريض بتاعه يعني ان هو يكافح او يناضل او يبزل اقصى جهد من اجل مصلحته فانت سيتك كده انا عملت العكس يعني ان انت ازيته او سببته هارم تبقى انت كده عملت العكس تبقى انت عملت عكس الايه القسم الطبي اللي انت حلفته فساعتها بتتهم بحاجة اسمها البروفيشنال ميس كوندكت سوق السلوك المهني بروفيشنال ميس كوندكت قالك بريتشنج بيبول برايفسي انك تقصر سرية او خصوصية جسد العيان بتاعتهم وتوفشي الاسرار بتاعتهم مش بناء على اي حاجة من الخمس حاجات اللي كانوا موجدين فوق ده يعتبر ده يعتبر سوق السلوك مهني وده ممكن يؤدي الى ايه سوق السلوك المهني ده قالك ممكن يؤدي الى سايكولوجيكال وسوشيال وصون تايمز فيزيكال هارم توزباشت ازيته نفسيا واجتماعيا وحتى كمان جسديا ان انت عارفين ان فيه امراض نفسية تنعكس على جسد العيان وطبعا ده مش مش الموضوع هيقف هنا بس لا ده انت كمان الهارم ده او الازى ده هيمتد كمان لعائلات العيانين ده لما العيان ذات نفسه متضمر فعائلته هتبقى متضمرها معاه الكوليكز زميله وصحابه وحبيبه هيبقوا متضمرين معاه كلمة يعني العشيرة العشيرة دي اللي هو عائلته بيقى بالكامل وكل اي حد يعرفه تمام فأعايز يقولك ان انت كده ما قزيتش العيان بس ده انت قزيت العيان وكل من يخص العيان او اي شخص ليه علاقة بالعيان ده كده لإيه البروفيشنال م dorm ده لو انت ايه في كالي لو لو انت تم اتهمك ايه في كالي يعني الجانب الاخلاقي انت كسرت الجانب الاخلاقي ولما تكسر الجانب الاخلاقي فانت كده متهم بحاجة اسمها او سوق السلوك المهني قب القانون هيعجبك بقى اثار ايه? قانونية. قال لك الاثار الليجل او الاثار القانونية في الحالات اللي زي ديت قال لك ازا دكتور دو. قال لك المفروض ان الطبيب مفروض ان هو يحافظ على ومفروض الحاجات دي كلها تبقى ده اللي احنا تكلمنا عنه من شوية. انه يشارك بقى المعلومات دي مع صحافة. او مع الاصحاب. حتى ولو كانوا ده كاترة زي ما اتفقنا. بس مش بغرض الاستشارة او مش بغرض والحاجات اللي زي دي هتخليه طبعا. يعني الموضوع ده هيخليك ان انت معرض للمقاعدة بسبب ايه? افعالك. طبعا. ممكن ان انت تقابل مشاكل قانونية بلا داعة. لو البيشنت لو العيان او الفاملز او عائلاتهم دي صايد قررهم ان هما يسوي يعني يقاضي الطبيب او المستشفى اللي الطبيب بيشتغل فيها كلمة يعني طالب بتعوضات. يقدر. يعني يقدر في الحالات اللي زي دي انه هو يقاضيك ويقاضي كمان مكان عملك. المستشفى انت اشغال فيها ويطالب بتعوضات ويكسب القضية. مدام انت ايه? كسارة ايه? وكسارة دون وجه حق. تمام كده? يبقى دي مهمة او يعني ايه? الاثار المترتبة على خرق السرية وخصوصية العيان دون وجه حق. اثار اخلاقية فانت كان متهم بالمس كوندكت سوء السلوك المهني. وليجا ان العيان يقدر يقاضيك وياخد منك ايه? يعني يطالب بتعوضات. انت والمستشفى انت شغل فيه. ومن هنا يقول لك طب خلاص بقى احنا هنديك الفولة ان انت ازاي تحافظ على ال وبرايفاسي والكونفيدانشاريتي بقى مع بعض. احنا قلنا لك من شوية ازاي تحافظ على الوحدة? وزي تحافظ على الكونفيدانشاريتي الوحدة? فاند الوقت هنديك آآ معلومات او ان انت تحافظ على الاتنين مع بعض او تطبق الاتنين مع بعض. برضو قطر كلام. قال لك اول حاجة خالص يعني ايه الحتة دي. قال لك انت لازم تدرك ان ان الاماكن المختلفة من الدولة او الاماكن المختلفة انت بتشتغل فيها كل ما كان من الاماكن دي لسه قفل خاصة بيه. والنورمز اللي هي العادات والتقاليد. والتيوبز اللي هي ان احنا بنسميها المحرمات الخاصة بيه. فانت لازم كطبيب يكون عندك باكن الموضوع ده اللي انا اتكلمنا عنه في البروفيشنالزم. انت يكون عندك وكالشار سنستيفتي قادر انت تتقبل الكلام ده وعندك خلفية به. طبق. اتعرف الحاجات دي منين? يعني اتعرف العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع ده منين? وايه الصح وايه الغلط وايه اللي تتكلم فيه وايه اللي متتكلمش فيه. عن طريق السينيور كوليكز زمالك اللي اكبر منك الاقدم في المكان. او ان انت تتكلم مع اللوكال بيبل اللي هم الاشخاص اللي عايشين في المكان. تتعامل مع الاشخاص. طب يديك مثال مثلا يقول لك ايه 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 يعني ايه ايه الجملة دي? قال لك يعني مسلا مسلا يعني مسلا احنا بنضرب مثال يعني لو انت في مجتمع او حساس شوية المرأة فيه ما بتتكلمش او المرأة فيه ما بتعبرش عن حالتها بشكل كبير او حتى الممكن تكون الواحدة دي مخبية مسلا على جزها اسرار معينة والمجتمع ده بيلزم المرأة انها تكون معرفة جزها كل حاجة عن ده يعني المفروض يكون عارف عنها كل حاجة. في حتة ان انت تتكلم معاها او تسألها سؤال تضطرها ان هي تجاوب السؤال ده وتاخد منها معلومة بشكل معين قدام جزها. هي ممكن تكون اصلا كمان مخبيها على جزها. فطبعا ده هيبقى بالنسبة لجزها حاجة فضيعة يعني. فطبعا انت كده عملت مشكلة. انت كده عملت وعملت 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 ازمة بين ست وايه وجزء. ليه? لانك مش على دراية كاملة بالحساسية اللي موجودة مثلا في العلاقة بين الرجل وزوجته في المجتمع ده. فحتى انت يعني في كسر السرية يعني او ان انت تحصل على المعلومات من العيان لازم تبقى برضو ايه حريف شوي. بناء على ايه? بناء على المجتمع او بناء على المنطقة اللي انت شغال فيه. تبقى بناء على ايه برضو? ان انت تكون عارف ثقافة المجتمع ده وعارف ايه عاداتهم متقالد وعارف ايه المحرمات عندهم. فتكون ذاكي. تكون ذاكي في ان انت تاخد الهيستوري وخصوصا الايه الفي ميلز مثلا قدام الميلز لو المجتمع زي قلنا في ايه حساسية في العلاقة بين الرجل والمرأة. دي حاجة. لك رقم اتنين ان انت يكون عندك اه فولي فاميليور يعني تكون على دراية كاملة او تكون على اه وعي كامل بالهيلس انفورميشن مانجمنت سيستم في الانستيتيوشن يعني تكون على دراية كاملة بنظام المستشفى او المكان اللي انت بتشتغل فيه. تكون عارف ايه القوانين اللي بتحكمه وتكون عارف ايه الصح وايه الغلط وايه اللي ممكن يعرضك للمسائلة كده يعني ان انت اه تكون مش متطمن بنسبة مية في المية ان معلومات الطبية والاماكن المحفوظ فيها للمعلومات الطبية دي مؤمنة. لا ده يعني كل مستشفى لها طريقة ولها نظام معين. وفيه وفيه فانت ما تعتمدش ان انت خلاص هما اكيد مزبطين الدنيا ودي اكيد زي المستشفى هنا كنت فيها قبل كده وهم لأ حاول تعرف اكتر حاول تعرف المكان اللي انت في ده بيتعامل ازاي مع الميديكال ريكوردز. بيتعامل ازاي مع المعلومات دي هل الموضوع هنا مانيوال ولا الكترونيك? طب لو هو مانيوال انا هتطبق ايه? تطبق حيطة ان انت تتبع الريكوردز وتتطمن عليها في مكان امن. وان هي بعد ما خرجت من الاركايف ترجعتنا الاركايف او الارشيف تاني. طب لو هي الكترونيك ان ان انت تعمل وما تسيبش اي وراكسش عن مفتوحة. وان ان انت متشاركش الباسورد. الكلام اللي احنا كلمنا عنه من شوية. فعايز يقول لك ان انت ما تبقاش زيلات رش في الزرف. فلا تكون عارف ايه النظام المتبع في المكان تشغل فيه. مش. قال لك. يعني ايه? قال لك ان انت تكون على دراية برضو بالسياسات والاحكام الخاصة بمكان العمل تشغل فيه. دي اللي قال ايه? احكام السياسات والاحكام الخاصة بالعمل. يعني الاقسام المعنية بكده يعني. يعني تكون على دراية بالاقسام المعنية بالبولس دي. زي مثلا الاقسام اللي هي الخاصة بالشؤون القانونية والكلام ده تكون على دراية بالبيهم والاشخاص اللي شغالين فيه. لان انت ممكن تتحب ان انت تتكلم معهم او تطلب استشارتهم لما توجه مشكلة خاصة بالكونفيدانشاليتي. لانا والله حصل واحد دين تلاتة وفيه عيان رفع علي قضية ان انا عملت كزا هم اللي هيرشدوك. يعني هم اللي هيدو لك المعلومات. يعني يكون يقول لك ايه? انت هتقدر ان انت تتكلم مع الشؤون القانونية دي. ولو انت محتاج كده. والموضوع ان انت هتقابل في الاخر ومؤسسة انت شغال فيها مش موجودة وراك. لو انت مش على دراية بالقسم التاع الشؤون القانونية دي والاشخاص اللي شغالين فيه ومزودينك بمعلومات كويسة عن التعامل في مثل هذه الحالات ساعة ما تواجه المشكلة بقى انت لوحدك. وانت واقف في مهاب الريح. او المؤسسة بتاعتك مش في ظهرك. فتبقى في ظهري امتى? لما انت تكون عارف السيستم ماشي ازاي? لما انت تكون عارف اسم الشؤون القانونية عندي ماشي ازاي? والناس اللي الشغالية في شكلها ايه? وبيقولوا ايه? والدونية تعليمات شكلها عامل ازاي? بحيس انها لو حصل لي مشكلة الجأ للناس دي. فالناس دي هيا لاتخلي المؤسسة بتاعتي فين? في ظهري. لما يحصل مشكلة. ماشي? قال لك رقم خمسة ان انت تعمل رينيو للميديكال براكتس او الانسيورنسي بوليسي بتاعتك ان انت تجدد الميديكال براكتس دي اللي هو تصريح مزاولة المهنة. عند الانسيورنسي بوليسي يعني ان انت تجدد البوليسة التأمين الخاصة بمزاولة المهنة اللي هو عند ناس متصريح مزاولة المهنة يعني بصفة دورية لانه ببقى ليتها جديد. دايماً يعني. لانه هو اللي هيحميك في مواجهة اي ضرر او يعوضك عن الاضرار الناجمة عن ممارسة المهنة. ويساعدك في مواجهات الادعاءات. لما حد يجي ادعي او حد يرفع عليك قضية خاصة بالسوق السلوك المهني او الاهمال التطبيق او كده. الميديكال براكتس انسيورنس بوليسي هي اللي تحميك. لها بوليسة التأمين الخاصة بمزاولة المهنة. اللي هو من الاخر عندنا هنا في مصر اسمه تصريح مزاولة المهنة. ما هو تصريح مزاولة المهنة دي انت اخده من النقابة. فلما يحصل مشكلة النقابة هي اللي تبقى معاك. فانت تبقى مجدد الايه? كرنين النقابة بتاعك. وتبقى مجدد تصريح مزاولة المهنة بتاعك اللي هو ايه? ليه تجديد سنوي او تجديد كل تلات اربع سنين زي ما هو موجود عندنا يعني. تمام كده? دي ايه حاجات اه متقدمة شوية. يعني الخمس حاجات دول هو هنا بيعرفك ازاي تحافظ على مش 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 احنا نحافظ على الورق في مكان والالكترونيات في مكانها الموضوع ممكن يبقى اكبر من كده. زي ما احنا ايه? تكلمنا في الايه? في الخمس نقاط دول. وبعد كده بقى قال لك عندنا بقى ايه? شوية ناخد بالنا منها بقى. يعني شوية خاصة بيه? الحالات اللي زي دي. الحالات الخاصة بالبقى تبقى حالات ايه? اه محل شك شوية او حالات محل كلام شوية. زي ايه? قال لك الحالة الاولانية لو الشخص بالميجور يعني شخص عاقل او شخص بالغ اكتر من تمنتاشر سنة. او الطبيب ما ينفعش ان هو يعمل او يخرج المعلومات الخاصة بالحالة او الخاصة بالالنس او المرض بتاع الحالة من غير بتاعه. حتى زي ما اتفقنا لو ايه? او اللي هم اصلا دفعين ثمان الكشف. يقول لك ايه? يعني انت واحد داخل يكشف عندك عنده تسعتاشر سنة مسلا. ووالده او والدته هم اللي دفعين له حق الكشف. ما ينفعش اتخرج الاسرار بتاعته لاهل دول حتى وان كانوا هم اللي دفعين له ايه? فلوس الكشف. الا ايه? الا طبعا لو الحالة مينور حالة قاصر يعني اقل من تمنتاشر سنة. او شخص طبعا يعني عندهش يعني عنده مشكلة في القوة العقلية او القدرات العقلية. في الحالة اللي زي دي الاشخاص الواصين عليه. اللي هم او اللي هم والده لازم يعرفوا كل حاجة عن الحالة بتاعته. ولكن ما دام هو شخص عنده وشخص يعني بالغ يعني اكتر من تمنتاشر سنة ما ينفعش ان انت تفشي الاسرار دي من غير حتى وان كانت لابوهم اللي هم دفعينه تماني الكشف. دي اول واحدة. رقم اتنين. قال لك من غير الكنسنت. حتى وان الموضوع ده اه تم طلبه او المجتمع اللي هو يعني مسلا اي هيئة مجتمعية او اللي هو شخص قانون. يعني شخص قانون ما عادة ايه? ما عادة الحالة احنا اتكلمنا فيه. الامراض دي لالامراض المعدية. الامراض اللي ممكن تقسي المجتمع. او لو البيشنت ازا ما اتفقنا ايه? قاصر او اه عنده مشكلة في المنتال كباسة بتاعته فلازم ان انت اه في الحالات اللي زي دي بقى تاخد الكنسنت من بتاعته ان انت تطلع معلوماته للجهة المجتمعية لطلبت المعلومات ديها. تمام? رقم تلاتة. قال لك حتى في حالة الهازبند والوايف الزوج وزوجته. ما ينفعش ان انت توفش طبيعة المرض. بتاعت واحد فيهم للتاني. من غير ما تاخد ده واحد وامراته عادي جدا. ده انا بقول لك لو بابا ومامته. وهمر ده فعين له تمن الكشف. مش? قال لك حتى في حالات ديفورس والنوليتي كيزز. ديفورس والنوليتي كيزز ليه حالات الطلاق والانفصال. ما ينفعش يبقى فيه من غير ما بتاخد من الشخص المعني بالحالة دي. مش? قال لك يعني خادم منزلي. يعني زي السفراجة او الطباخ او كده. يعني تم فحصه بطلب من الشخص اللي مشغله. صاحب البيت او صاحب المصلحة اللي هو شغال فيه. الفيزيشن او الطبيب ما ينفعش ان هو يطلع اي معلومات خاصة بحالة هذا السيرفنت من غير الكنسنت بتاعه. مع ان الماستر ده او اللي مشغله ده هو اللي دافع تمن الكشف. نفس فكرة رقم واحد. انت ما ينفعش تطلع اصرار شخص بالغ اكتر من 18 سنة حتى وان كان اولي دي هما اللي دافعين له تمن الكشف. هذا بنفس الطريقة. لو هو سيرفنت او شخص مثلا خادم في منزل او كده. واصحاب المنزل بيكشفوا عليه. وهم اللي دافعين له تمن الكشف ما ينفعش تخرج اصراره ومن غير الكنسنت بتاعه. ماشي. رقم ستة. قال لك لو شخص بليس كاستدي. بليس كاستدي انا محجوز من قبل الشرطة. عند يعني قيد المحاكمة. عنده الحق. ان هو ما يديش الازن للدكتور ان هو يفحصه. او يخرج اصرار خاصة بالمرض بتاعه. الا لهو خلاص مدان يعني مدان. يعني اللي هي لابسة لابساء. او هو خلاص اتحكم عليها. ما عندوش الجفاهية دي يعني. والدكتور يقدر يطلع الاسرار الخاصة بيه للايه او للايه للمحكمة. ما ده ما هو مدان. ما ده ما هو كونفكتت. انما اللي فوق دي احنا بنقول كلمة يعني لسه قايد المحاكمة. لسه بنشوف هو بريء ولا مدان. قال لك رقم سبعة. الخاص بقى المعلومات الخاصة باي يعني شخص ميت. ما ينفعش ان انت تطلع هزي المعلومات من غير الكنسنت بتاع الريلاتيف. من غير ما تطلع الكنسنت. لانه طبعا اي معلومات هتطلعها عن الديت بيرسون من غير ما يبقى فيه انت كانت تعتبر بتشوي سمعته. فلازم يبقى في ايه? فلازم يبقى فيه من الريلاتيفز او فيه من الاقربون بتوع. مهمة جدا او اللي هي دي لانه دي تبقى حالات خاصة كده. فكل حاجة فيها لها طريقة للتصرف زي ما قلنا. وفي الاخر حاب يفكرك اللي هي قال لك يعني وتطلع بقى الخلاصة يعني من الكلام اللي احنا قلنا دا. ان هي تعتبر خلاص هو كده بيلخص لك اللي فات يعني. دي تعتبر ملخص الشابطة يعني. انك تحافظ على ميديكال انفورميشن ماشي. خلاص ما هو الكود ده? هو اللي احنا عرفناها ازا يتحافظ على وزا يتحافظ على وزا يتحافظ على الاتنين مع بعض. يعني الالتزام الالتزام بالميجرز اللي احنا قلناها دي هيساعدك في ان انت تحافظ على او الثقة المتبادلة بين النظام الصحي الجانب الاخلاقي وحتى الجانب الديني وحتى اللي هي القوانين اللي بتحكم التعامل في مثل ازيل حالات. بعد كده بيقول لك في حالات يعني بيكون فيها حدود. ان انت تقدر ان انت تعمل فيها ودي خمس حالات اتتلمنا عنها تحت عنوان آآ وكده برضو بيقول لك ان ما تنساش ان في ما تنساش اللي هي السياسات والاحكام الخاصة المؤسسة الطبية اللي ساتة تشغال فيها لازم تكون عارفها كويس تكون عارفها عشان ما تعملش ايه مشكلة دي اللي احنا تكلمنا عنها في لو انت شغال في مجتمع المجتمع ده في حساسية في التعامل ما بين ايه الرجل وزوجته لازم ان انت تكون محافظة يعني من الاخر هي عبارة عن ملخص الكلام اللي احنا قلناه اللي فات فده كده بالنسبة للمحضرة اللي بتتكلم على الاسرار الخاصة بالمريض سواء الجسد بتاع المريض حاجة مادية او معلومات المريض الفرق ما بينهم اللي تخليك تحافظ على ده والمجرز اللي تخليك تحافظ على ده والمجرز اللي تخليك تحافظ على الاتنين مع بعض وايه هي وامتى توفش الاسرار دي تعرفها ايه وايه الخمس حالات وكمان في الاخر تكلمنا على وده كده يبقى بالنسبة للجزء بتاع شكرا جدا يا دا كدر.